اعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الاعاقة عن سعادته بمناسبة حصول المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة على المركز الثالث في النسخة الثامنة لبطولة دول مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة على الكراسي المتحركة التي اقيمت تحت رعاية سمو الشيخ انهيان بن زايد الانهيان رئيس مجلس ابو ظبر الرياضي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وقد هنأ سموه سعادة الشيخ محمد بن دعيج الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الاعاقة واعضاء مجلس الادارة وجميع افراد المنتخب بهذه النتيجة مؤكدا سموه انها تحققت بفضل ما توليه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود لقطاع الشباب والرياضة نسيما لرياضة الذوي الاعاقة والتي يعكس حرصها الدائم على ادماج هذه الفئة بجميع قطاعات الدولة وانوها سموه بالجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية وقد ترجمت رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة عبر الخطة التطويرية التي وضعها سموه والتي ساهمت بمواصلة البناء والتطوير في الرياضة البحرينية وقد اشهد سمو الشيخ خالد بن حمد بالمستوى المميز الذي ظهر به المنتخب في هذه المشاركة رغم المنافسة القوية التي شهدتها هذه البطولة من المنتخبات المشاركة عبر الاداء المتميز الذي قدمه اللاعبون في المباريات والذي استطاعوا من خلاله تحقيق هذه النتيجة الايجابية والتي منحت المنتخب المركز الثالث بهذه البطولة الخليجية ليؤكد من خلالها على حضوره الكبير في هذا التجمع الرياضي مضحا سموه أن الاتحاد استطاع يتوجى جهود حصوله المنتخب على هذا المركز متمنيا سموه في الوقت ذاته بالاتحاد وبالمنتخب بالمزيد من النجاحات وتحقيق الإنجازات في الفترة القادمة وقال سموه الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن الجهود ستتواصل وأن العمل سيستمر في سبيل رعاية ودعم الشباب البحريني لا سيما من فئة ذو الإعاقة تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بهذه الفئة التي تحقق طموحاتنا بتطوير وارتقاء هذه الرياضة وتسهم في تحقيق المزيد من النجاحات في المشاركات القادمة ترجمة نانسي قنقر